اطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 والذي جاء تحت عنوان تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات اتصلة من مشركاء التنمية متعدد الأطراف والقطع الخاص والمجتمع المدني وممثل مجلس النواب وجاء اطلق التقرير انطلقا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق تعاون إنمائي وفعال لبناء مستقبل أفضل بهذا العنوان كشفت وزارة التعاون الدولي من خلال تقريرها السنوي عن حجم الشراكات والاتفاقيات الدولية والمشروعات المنفذة والممولة مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني خلال عام 2021 حيث تم الإعلان عن حزم التمويل الميسر الذي بلغ نحو 10.2 مليار دولار لمختلف القطاعات الدولية بالإضافة لنحو 9.8 مليار دولار كحجم التمويل خلال عام 2020 في خطوة هامة تحقق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 يمكن في بداية 2020 كان في توجيه من فخمة الرئيس على تقوية العلاقات متعددة الأطراف مع المجتمع الدولي وفي هذا السياق كوزارة أمنة بسياغة إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي برلمان في تشريعاته نشريك من شركاء التنمية نتكلم عن القطاع الخاص في مصر وبيلعب دور مهم جدا في النهاردة وفي الفترة اللي جاي إن شاء الله بإذن الله التقرير كشف أيضا عن حجم مشروعات وزارة التعاون الدولي طبقا لهذه التمويلات التنموية والتي تضم 372 مشروعا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة تبلغ 26.5 مليار دولار في مجالات البيئة التحتية والمياه النظيفة والنظافة الصحية بالإضافة لعرض جهود الدولة في مبادرة حياة كريمة والحديث حول الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية والتركيز على جهود القطاع الخاص كما تناولت تقرير المحاور الأربع الرئيسية لهذه التمويلات والتي كان المواطن فيها المحور الأهم والأول في هذه الشراكات يمكن بالفعل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لها دور رئيسي وأساسي فيما يتعلق بالقطط المعروضة من جانب وزارة التعاون الدولي وفيما يتعلق بعرض التقرير السنوي اللي تم النهاردة واستعرضته الوزيرة بشكل مفصل 10.2 مليار دولار ده التمويل الإمائي اللي هي قروض ده بخلاف حوالي نصف مليار تقريبا منح من كافة شركاء التنمية ويمكن الأرقام زادت بنسبة عالية جدا مقارنة بالسنة السابقة بالرغم من جائحة كورونا نتائج كثيرة تحققت بفضل جهود هذه الشراكات الدولية التي تأتي في إطار تطبيق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بأهمية التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية محمود جميل التلفزيون المصري